هي قصة مناصرة لله وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُمَ أَيْ يَنْصُرُهُ مِنْ دُمْنِ نُصْرَةِ اللَّهِ إِنَّكْ تُنْصِرُ الدُّعَفَاء قانون ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال كده وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ سُتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةِ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَرِسِي مَا فِيشْ كَلَامِ وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ سُتُضْعِفُوا قانون ربنا اللي قاله قبل كده البني إسرائيل والنظام القرآني لا يتغير بحال من الأحوال أول ما ربنا بيلقى ضعيف سبحانه وتعالى بيبعث له حد قوي ياخد له حقه من حنك السبع زي ما بيقوله عندنا في الحتة من فم الأسهد ياخد له حقه عنوة وإن الله يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن سيبكوا بقى من الخطاب الوعزي الخطاب الوعزي هنقعد نقول خدوا بالكم من الضعفاء تطبوا على اليتامة تطبوا على اليتامة خدوا بالكم من الضعفاء احترموا الزوجات احترموا الأطفال ما بيجيبش همه ما بقاش يجيب همه لا يؤثر غير في نصف في المليون من أصحاب القلوب والمشاعر إنما لابد من قانون ملزم سلطوي هو القانون دوت اللي يقدر يرغم الجميع على احترامه جرب انت توعز الناس عن أداب المرور والله العظيم لو جبت الصحابة الأجلاء الخلفاء الرشدين لو جبت الخلفاء الرشدين يكلموا الناس عن أداب المرور وقواعد احترام سلوكيات المرور ما حدش هيسمع الكلام إنما لما يعرف إن فيها صحب رخص وفيها حبس وفيها غرامة وفيه رادار وفيه كاميرات بتصور تفرج على الانضباط والنظام والحلاوة كلام بلاش نجذب على بعض من أمن العقاب أساء الأدب على طول كده دي قاعدة معروفة إيه البني آدم كده البني آدم كده أول ما عرف إنه خلاص بقى ربنا غفور رحيم نيسي إن شديد العقاب أول ما عرف إن فيه جنة نيسي إن فيه إن لدينا أنكالا وجحيمة أول ما أرى إنه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم نيسي بقيت الآية وإن ربك أنا شديد العقاب أول ما أرى قوله تعالى غافر الزنب وقابل التوب نيسي شديد العقاب إذن طولي لا إله 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 المصير أول ما نيسي ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نيسي قوله تعالى أن عذابي هو العذاب الأليم طبعا بشر إنسان فلابد من تدخل الأقوياء لنصرة الضعفاء